بقى أنا والله ما أحب أنغص على حد عيشته أبدا ولا أحب أبوز على حد أجازته أبدا ولا أحب حد يبقى على الهوى وبرضه أنكد عليه يعني على سبيل المثال أنا متذكر أنه السيد عماد بحيري مزيع الإخواني الشهير يعني كان قال جماعة أنا طلع أجازة وعاوز أشوف هو سعر الدولار هينزل ولا هيطلع طيب وأظن برضو اسمه إيدا غير المأسوف على شبابه الضائع بعد أن تخبط في كل مناحي الحياة فلم يحقق نفسه على الإطلاق غير في حضن الإخوان محمد نصر خب بالك يعني محمد نصر ده هو مثال للنفعية الحية ماشية على الرجلين إنه هو مش إخوان ولا حاجة ولا هو شيوعي ولا هو لبرالي هو الأولى حاجة بس هو عاوز الفلوس بتاعت الإخوان فلوسهم كتير جدا 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 إلهي ربنا يفقرهم بس مش ده الموضوع قال لك يا جماعة هو سعر الدولار استحالة هيقع الإخوان حطين توقعات لسعر الدولار ما بين 30 ل 35 جنيه أنا عايز بس أشرح لحضراتكم حاجة لطيفة كده أسعار العملات العملات بشكل عام لازم تبقى فاهم إنها زيها زي الإيه زي أي سلعة في الدنيا وزي الأوراق النقدية مثلا أو السندات أو الأسهم إلخ 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 بيحصل عليها إيه؟ بيحصل عليها تداول طيب فكلما كانت الوفرة هبط السعر وكلما كانت الندرة زاد السعر سلعة كلما زاد الطلب زاد الطلب مع قلة المعروض يزيد السعر يحصل طلب قد المعروض لأ السعر دايما متوازن وهكذا العملات بيتم تداولها من خلال حاجة اسمها إيه؟ غرف التداول أو غرف المعاملات الديلنجروم أي حد بيشتغل في بنك عارف يعني إيه ديلنجروم فبيحصل تداول على أسعار العملات أو سلة العملات اللي بيتم التداول عليها داخل البنوك مثلا في السوق المصرفية المصرية من ضمنها الدولار من ضمنها اليورو من ضمنها اليين من ضمنها اليوان إلخ 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 وبالتالي اسمع الرقم سعر الدولر النهاردة في غرف التداول أنا مش بقولك ده السعر أنا من الناس اللي تقول أيها جماعة لازم 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 تاخد بالسعر المعلن من البنك المركزي لكن لما تيجي تشوف الكيرف بتاعه تداول الدولر النهاردة على مدار اليوم فيوصل في التداول بتاعه لأدنى سعر تسعتاشر جنيه وحداشر قرش خد بالك الدولار أفل يوم الخميس على تسعتاشر تمانية وتلاتين أفل على كده هتيجي تنهاردة تقول لي أفل على كم يوسف أقولك هقولك بس أصبر بس معي أفل على كم يوم الخميس تسعتاشر تمانية وتلاتين النهاردة حصل تداول على سعر الدولر يصل في أدنى لحد تسعتاشر حداشر عارف هنا الفرق قد إيه الفرق سبعتاشر قرش هتيجي تقول لي بس ده هو ذات تاني في منتصف يوم التداول لحد تسعتاشر خمسة وعشرين أقولك لأ وقفل على سبعة وتلاتين كمان حلو كده طعيب أربعة وتلاتين أو سبعة وتلاتين مش بنسكر مظبوط هفترض يا سيد إنها سبعة وتلاتين عشان بس إيه الدقة تبقى يعني إيه سليمة مية في المية ده معناها إنه سعره قافل عن يوم الخميس بفرق قرش ده واحد تداول تسعتاشر حداشر فرق عن يوم الخميس بسبعتاشر قرش ده معناه إيه بالنسبالك إحنا يوم اتنين وعشرين أنا قلتلك يا جماعة عشان عشان خطرك أنت لوجه الله ودي الدولارات البنك ولسه بقولك عشان خطرك أنت لوجه الله ودي الدولارات البنك أنا لا قلت سوفا يا نهار الدولار ما قلتش ده الإخوان اللي بيقولوا كما جرت العادة نفسهم في شوية مشاهداته وبتاع وشوية حبشتكناته وتوابل من هنا على توابل من هناك ومال ومال ومش قص تمام ميت فول لكن ده أنا قلت نصر إيه إلحق قبل يوم خمستاشر لا أسباب عدة هنقعد نناقشها كتير بالمناسبة أسباب عدة بس أقدر أقولك من أبسطها من أبسطها هو خروج السفن والحويات المحملة بالغذاء والأقماح والحبوب من المواني الأوكرانية وقتها لما بدأت تخرج يوم 22 أغسطس وهي عمليا بدأت توصل إلى المواني المستهدفة بتاعتها في شتى بقاع الأرض ده معنى إيه؟ ما هو جزء من التضخم اللي حاصل هو تضخم أسعار الغذاء فيبدأ يحصل إيه لما يحصل حل حلة في الغذاء أصبح واضح لدينا أن أوكرانيا وروسيا هم سلت غذاء شديدة الأهمية لهذا الكوكب واضح اللي كان بيشك واضح اللي ما كانش عارف أهو عرف تمام؟ أوكي فلما تبدأ الأغذية أي الحبوب وحاصلات زراعية تبدأ تخرج من المواني وتتوجه إلى المواني المستهدفة في شتى بقاع الأرض ده معنى إيه؟ الوفرة مش إحنا التفاقمة الحاجة لما تبدأ تتوفر يبدأ سعرها هقل هل من أول خروج؟ لا طبعا عندما يكون الخروج تباعا واستمرا وهكذا طيب وعوامل أخرى كتير لكن أرجعك هو أنت مش متصور أنه أدنى سعر للدولر النهاردة لما ينزل في التداول أدنى سعر التداول مش بقولك سعر الإغلاق يوصل لتسعتاشر حداشر بفرق سبعتاشر قرش عن يوم الخميس متصور لما نهبط بسعر تداول وصولا لتسعتاشر اتحرك وطلع وحتى لما قفل قفل على سعر أقل من يوم الخميس أي حد بتاع اقتصاد يقولك طبعا إشارة وإشارة مهمة عملنا اللي علينا والباقي على سيادتك انت حر اللي عاوز بقى يعود يجتمع على السوشال ميديا عيش يلا اللي عاوز يتناول بجدية أهلا وسهلا اللي عاوز يحط إيده في الماية البردة يقولك أنا ماليش دعو انت برحتك كل واحد حر سعر الصرف الرسمي هتلاقيه على البنك المركزي عاوز تتابع سعر التداول هتلاقي كده في حاجات موجودة على جوجل هتلاقيها موجودة أكتر من موقع هيوري لك أسعار التداول جوه السوق المصرفية المصرية واصلها لكام ساعة بساعة يعني كل ساعة هيطلع لك الخطوة أنا ممكن كنت والله كنت عايزة عرض لك رسم بياني على شكل أسعار التداول كانت ماشية الزاوية يمكن حتى النهاردة والساعة كان بالضبط وصل للتسعتاشر حضار شهر وبعدين سعتاشر عشر وبعدين ينزل وما إلى ذلك بص أهو قدامك على الشاشة ده مش أنا ده الخواجة جوجل ده مش مصر ده الخواجة جوجل بتحط آه بص أهي آه الساعة كم دي لا استنوا دي الساعة مش دي الساعة سبعة دي ولا إيه تسعتاشر اتنين وتلاتين سبعة اتنين وتلاتين دي كده سبعة اتنين وتلاتين بص هنا ده الماكسمن بتاعه وبعدين واخب بالك أنا بس أستأذن أنه روح مع يعني أستأذن زميلي حتى وانا خارج من الإضاءة مسيبك مني وانت شايف السعر ماشي إزاي أهو ماشي 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 لحد تسعتاشر أغسطس وبعدين كمل معاه تمانية وعشرين أغسطس يعني هو نزل وفضل تسابت تقريبا وبعدين بدأ يتحرك على يوم تمانية وعشرين طلع طلع وبعدين سبت من تمانية وعشرين تقريبا لحد يوم أربعة سبتمبر حلو قبل العلمة بتاعت خمسة سبتمبر هو شبه سبات السبات يساوي إيه بالنسبة لك لو ما كانش إشارة يبقى أنت حر مش هقولك حاجة تانية وبعد كده طلع وبعد كده بدأ ينزل تاني وفضل نازل وبعد كده بدأ يطلع 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 لمستوى عالي جدا اللي هو تمانية سبتمبر الساعة تسعتاشر اتنين وتلاتين دقيقة أعلى سعر حلو اللي هو يوم الخميس وبعدين تسعر أسف تسعر مش تسعتاشر ده مش الساعة تسعتاشر ده السعر بتاعه تسعتاشر اتنين وتلاتين حلو كده يفضل نازل نازل بص بقى هنا اهو الساعة تلاتة واحد وتلاتين دي قال رأيه يروز يوم 11 سبتمبر بي ام وصل لكام السعر لحضرتك شايفه تحت واحد دولار امريكي قدام الجنيه المصري 19 و 11 ارش انا كده في التمام الخواجه جوجل عامل مؤشر التداول تاني مش ده سعر الاغلاق على شام يقولكش ايه انت بتقول اي كلام ده مش سعر الاغلاق ولا حاجة سعر الاغلاق هتلاقيه على المركزي المعلن رسمي وده برضو تأكيد مننا على ان وجماعة احنا بنتعامل مع البنك المركزي مع بيانات المركزي لا شيء تاني على الاطلاق بس ده شكل التداول كنعمل ازاي لما توصل لسعر زي ده تفاء الخير اكتر من كده ايه بقى ليش دعوة توكلنا على الله اشتركوا في القناة